نكمل مع حضراتكم بقى طبعا كل سنة وانتوا طيبين بالنسبة لشهر رمضان هيبدأ شهر رمضان بكرة كان فيه شوية جدل حوالين انه موضوع استطلاع هلال رمضان وكلام من هذا القبيل الحوسيين طبعا زي ما هم دايما معترضين على كل حاجة بدأ قسطهم الاربع مش الخميس وده برضو عمل جدل في اليمن شوية طبعا يعني الرئيس بيرسل برقية تهنئة لكل استفارات حول العالم والكنسوليات أرسل برضو كان للكونسولية المصرية في لوس أنجلوس كانت نشرت تهنئة الرئيس السيسي لكل ودي نفس الرسالة تقريبا اللي بيتم إرسالها لكل استفارات والكنسوليات وبيقول لهم الرئيس السيسي أبناء مصر المسلمين بالخارج يسعدني أن أبعث عليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان وطبعا بيحكي أيضا عن أهمية شهر رمضان وهو شهر الصيام وتدرع وتفكر وعمل جاد وبيدعونا لإعلاق قيم التعاون والإحسان والرحمة أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات بتوقيع الرئيس وده بيروح لكل الكنسوليات والسفارات كمان كان فيه جدل برضو لابراهيم عيسى بس خلينا نأجل الكلام ده لوقت لاحق النهاردة الرئيس كان في المؤتمر الوطني للشباب وبرضو كان فيه شوية حاجات وقفنا عندها بس مهم جدا أنه هو الرئيس كان أصدر عفو الحقيقة عن مجموعة من الشباب ومن ضمنهم أندرو ناصف نصحي صليب أول شخص مسيحي كان بيحاكم بقانون الإرهاب وكانت حاكم تعليم حكامة الجناية الزأزيق بالحبس خمس سنوات بتهمة التحريض على الإرهاب هو كان من ضمن اللي أصدر الرئيس العفو عنهم وخلصوا الاجراءات اللي هم خلصوا الاجراءات بسرعة علشان باقي المفرج عنهم يقدروا يتناولوا طعام الصحور مع أهليهم وده بالفعل اللي كانت عملية وزارة الداخلية